موسيقى أهلا بكم الأراق في المرتبة الأولى عربيا بعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من خمسة ألاف حالة أو خمسة ألاف حالة وفاة والمرتبة الثانية عربيا والحادية والعشرين عالميا في عدد الإصابات مؤشرات تدعو للقلق بل تجعلنا في مهب الجائحة التي يتحمل جزءا كبيرا منها المواطن في ظل عادات وتقاليد وثقافة تفتقر إلى الجدية والوعي والالتزام مقارنة بالكم الهائل من التوجيه والتحذير على صعيد الأعلام واللجان الوزارية إذن عن الأرقام المتساعدة لإصابات فيروس كورونا وناقوس الخطر الذي طالما حذرنا مه ستكون هذه الساعة من برنامج Panorama COVID-19 ونبدأها من الموقف الوبائي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل ذلك معنا في ستوديو Panorama COVID-19 الدكتور حازم الجميل وكيل وزارة الصحة أهلا ومرحبا دكتور حازم أهلا وسهلا بكم حياك الله وأيضا معنا اللواء خالد المحنن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أهلا ومرحبا سيادة اللواء أهلا سيادة ومعنا أيضا الخبيل القانوني الأستاذ زهير ضياء الدين أهلا ومرحبا استاذ زهير قبل البدء بالحوار نبقى مع تقرير لمحمد العيداني موجة ثانية من فيروس كورونا تحذيرات أكدتها دراسة جديدة ليس على مستوى العراق فقط لكن على مستوى دول العالم الالتزام بالشروط الصحية والتباعد الاجتماعي شرطان يضمنان سلامة المواطن هذا ما أكده الأطباء المتخصصون يجب أن الالتزام ببعض النقاط المهمة حاليا وهي التباعد الاجتماعي والذي هو قليل حاليا في الشارع كما نلاحظ في بعض المناطق تجمعات الشباب مسابح كوفيات هذا تزيد من الإصابات ثانية الالتزام بحضرة تجوال بالإضافة للالتزام بلبس الكمام كما يحدث في جميع دول العالم نسبة الشفاء تجاوزت 70% يراها متخصصون بأنها نتيجة الالتزام بالتدابير المشددة وتوجهات وزارة الصحة هذه التدابير ومدى الالتزام بها من قبل المواطن هي التي ستحدد مصير الحظر الصحي التعليمات التي صدرت من الجهات الحكومية هي بالتعايش مع الفيروس نحن دعواتنا دائما سواء كان أكو حظر أم ماكو حظر أنه المواطن يتعايش مع الوضع ولكن يحمي نفسه عائلته ومجتمعه يتجنب الاختلاط يتجنب التجمعات ردهات المستشفيات وهي تحتضن المصابين بفيروس كورونا أكدوا أن الوقاية خير من العلاج مقولة قديمة لجائحة جديدة لا يحس بضيق بشي ينتجه المستشفيات أي مستشفي أمه أي كادر طبي أنه على موض يأخذ الجرعة الصحيحة على موض مي الوضع ينقيت والسألة وبقناة آخره تحذيرات من الموجة الثانية لجائحة كورونا وما يجري الحديث عن رفع الحظر الصحي أم من عدمه أفصح عنه عدد من الأطباء على الالتزام بالشروط الصحية والوقائية من قبل المواطنين من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية مش هديني تابعنا هذا التقرير خليني أبدأ مع الدكتور حازم دكتور الأرقام تخطت المتوقع على قل من جانبنا وخلتنا نشعر أنه إحنا دخلنا فعلا في دائرة الخطر هناك ما يحمل وزارة الصحة المسؤولية تجاه هذا الأمر وإحنا ابتداءا قلنا المواطني تحمل جزء كبير من المسؤولية لكن بما خص مسؤولية وزارة الصحة حدثني ليش وصلنا إلى هذا الرقم بعد أن كنا الأقل في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليك وليكا في قناتكم الكريمة مثل ما ذكرت حضرتك وذكرت تقرير الأرقام التي بدأت مع الأسف الآن هي أرقام غير متوقعة كنا نتوقع أن تكون الأرقام أقل من ذلك وكنا نتوقع أن يكون مسير الوباء بطريقة أو بوضعية أفضل ما هو عليه الآن ووزارة الصحة بصراحة ليس دفاعا عنها لكون أحد منتسبيها وتشرف بذلك ولكن كانت إجراءاتها منذ البداية هي إجراءات استباقية وقلنا ومنذ اليوم الأول أن هذا المرض هو هذا وباء وقائي وليس علاجي هذا وباء دمر أرقى النظم الصحية هذا وباء نحن نعرف أنه المؤسسات الصحية في العراق كما بقية المؤسسات هي في مشكلة البنة التحتية لا تتحمل ولذلك كنا نصر وندعو إلى الالتزام بالتعليمات وهناك الكثير من الدول التزمت بالتعليمات وعبرت الأزمة بدون أو بخسائر قليلة جدا ولكن الكل يعرف ونتذكرها وبالأيام وبالتواريخ بأن ما حدث في شهر رمضان مع الأسف وعيد الفطر المبارك من تجمعات وتجاوز للتعليمات كانت هذه النتائج وحذرنا أكثر من مرة من وسائل الإعلام بكتب رسمية من خلال لجنة العليا الصحة والسلام الوطني من خلال بيانات أنه الالتزام أساس والالتزام بلتزام بسيط ليس مكلف ليس فيه أي جهد على المواطن ووافقنا ضمن تعليمات أيضا لعودة العمال الذي يرغب بالعمل وأصحاب القوت اليومي وطلبنا أشياء بسيطة كن على ثقة ولكن مع الأسف الالتزام غير جيد عانت المؤسسات الصحية من وجهة كبير مؤسسات الصحية الإعلام الجهات الأمنية ومع الأسف وأقولها بمرارة المواطن وكثير من الجهات الأخرى لم تكن بالمستوى المطلوب في الدفاع وحفاظ على هذا المجتمع من الجهات الأخرى تقصد على سبيل المثال أنه كان تطبيق إجراءات الحظر للمخالفين ليس بالمستوى الذي تأمله قلنا نحشي بصراحة وأني بصراحة أتمنى منذ البداية قلنا للنجاح والشفافية والواقعية في كل شيء في الأرقام وفي المعلومات نحن دعونا منذ البداية أن هناك أربع أجزاء رئيسية للوقاية وهي ارتداء الكمامة منع التجمعات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وهذه الأشياء الرئيسية لو نأتي الآن كم من المجتمع العراقي يرتدي الكمامة دكتور حتى لا ندري أنه أكو مشكلة بالتزام المواطن لكن خلينا نتحدث عن مجتمعات أخرى مثلا أوروبية غيرها أيضا كان أكو خروقات وتحركت الجهات المعنية وطبقت النجرات لا نروح إلى أوروبا نروح إلى دول الجوار ما حاجة أن نصل إلى أوروبا زين حتى نكون واقعيين طيب دول الجوار دول الجوار الآن اليوم وصلتني الغرامات على الشخص الذي لا يرتدي الكمامة تصل إلى آلاف الدولارات وحقهم لأن مريض واحد يكلف الدولة آلاف الدولارات طيب الذي يدعو إلى تجمع الفواتح والعراس والتجمعات يوميا السيد قائد عمليات بغداد نحن على تواصل يوم معه بصراحة يبعث لصور من قاعات حفلات واليوم كانت لعبة دنبلة في قاعات في وسط بغداد ويتم القاء القبض عليهم ويتم اتخاذ الإجراءات الأمنية ولكن لم تكتمل الإجراءات إذا لم تكن هناك عقوبات قضائية وفق القانون نحن لا نطلب أن يتجاوز القانون ولكن مع الأسف جميعهم وأغلبهم وهذا ما قالته القوات الأمنية أغلب قيادات القوات الأمنية أغلبهم يتم إطلاق صراحهم نتيجة توسطات ونتيجة أصور أخرى هذا الذي أدى إلى محدد اليوم وصلتنا صور مرعبة صور مرعبة عن ما يحدث في بغداد واضح نحن بحكم عملنا مثل حضراتكم لأن نقطع مسافة حتى نصل إلى أماكن عملنا فقط كلمة وحدة نشوف هذا اللي تقول عليه يوميا فقط كلمة وحدة ما يحدث من تجمعات نحن ذاهبون إلى كارثة إذا لم نسيطر عليها بصراحة لا يوجد أي حل آخر راح أرجع أسألك عن يعني شنو الكارثة اللي ممكن احنا المقبلين عليها إذا ما استمر الوضع لكن خليني أسأل السيد اللواء خالد المحنى باعتباره يمثل الجهة المعنية بتطبيق إجراءات الحضر ومحاسبة المخالفين اليوم سيادة اللواء مثل ما تكلم من دكتور حازم وهو يتكلم عن معلومات ومن سماها من قائد عمليات بغداد أنه هناك أماكن فيها تجمعات مناطق فيها مقاهي مفتوحة مطاعم إلى ساعات الليل ليش هذا الإجراءات نشوفها في مناطق صارمة وفي مناطق أخرى وخصوصا الشعبية مو بنفس الصرامة اللي نتكلم عنها نعم تحياتي لحضرتك وإلى ضيوفك الكرام وإلى جميع مشاهدينا الكرام الحقيقة وزارة الداخلية والقوات الأمنية ملتزمة بواجباتها الاعتيادية لحد الآن بتطبيق القرارات والتوصيات الإنزامية التي تصدر من لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي هي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء نعم هناك في الفترة الماضية كان هناك بعض التراخي من قبل المواطنين للأسف في مدى الالتزام بإجراءات الوقاية وغيرها من الأمور الوقائية لكن بالنسبة لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لديها حصيلة يومية بعدد الأشخاص اللي تم القبض عليهم لحد الآن وعدد العجلات اللي تم تغريم أصحابها وعدد العجلات اللي تم ضبطها وحجزها كل هذه الإجراءات الحقيقة اليوم إحنا من نتكلم عن الإجراءات إنما بالحقيقة تهدف إلى حث المواطنين على الالتزام وإلا إذا كان فقط العقوبة الرادع الوحيد والذي يوجه المواطن هاي بهالحالة إحنا يعني لا سامح الله نذهب إلى المجهول وقد تحدث أمور لا تحمد عقباها نطلب من المواطن أن يكون إلى وعي طيب سيادة الوحيد أحكي لك بشكل عملي يعني حتى يكون حوارنا منتج أحيانا تطلع من المنطقة السكنية ماكو سيطرة تعبر هذه المنطقة توصل إلى منطقة أخرى تلقي سيطرة ومتكدسة فيها السيارات واللي مثلنا مثلا عنده التزام عمل مستثنى بموجب قرارات اللجنة المعنية ممكن نتأخر لنصف ساعة عام وربما أكثر نتيجة تكدس السيارات في السيطرات اللي قبلها ما كان أكو سيطرات وصولا إلها نعم هذا الإجراء يعني نتكلم ليش ما يطبق في مداخل المناطق أن تكون هناك سيطرات تحاسب اللي طالع من المنطقة ما عده استثناء يرجع البيته إلا أو إذا كان عنده أمر ضروري مستشفى أو غيرها نعم بالنسبة للشوارع الرئيسية يعني ما أعتقد أكو شارع يخلو من وجود لقوات شرطة أو قوات أمنية تمسك وتتحرى وتمنع الأشخاص من التجول وبين المناطق لكن هناك مثل ما تعرف استثناءات وهذه الاستثناءات معمول بيها لحد الآن بالنسبة للفئات التي يتطلب وجودها في أوقات مختلفة من اليوم كالإعلاميين وكرجال وزارة الصحة وكذلك الأجهزة الأمنية وبعض الفئات الأخرى التي يكون تواجدهم ضروري لكن في كل الإجراءات التي سبقت يعني المنع التجوال الكلي والحضر الجزئي كان هناك حيز لحرية للمواطن هذه للأسف استغلت بشكل سلبي كيف؟ يعني المواطن اليوم مو فقط هو محجوز في بيته يطلع يروح إلى الخباز إلى السوق إلى المحل إلى وهكذا ما ممكن أنت تقبر على كل شخص في الأزقة وتنشر قوات شرطة في كل مكان نعم يعني هناك هامش حرية للمواطن لكن العامل الأساسي يكون هو وعي المواطن على المواطن أن يلتزم طوعا وإلا ما ممكن أن أخلي قوات شرطة في كل مكان اللي تشوفه حضرتك قلت أنه هناك ازدحام في بعض السيطرات يعني هو هذا المطلوب من القوات الأمنية تتأكد من هوية الأشخاص اللي يمرون من يمها وتتأكد من حتى قضية الاستثناءات للأسف أيضا استغلت في بعض الأحيان يعني هناك بعض الفئات اللي هي مشمولة ولكن هو مواجبة رايح إلى واجبة وإنما يعني يستغل هذا الموضوع حتى يمر ويتجول ويقضي فد قضايا ويلتقي وكثير من هذه الأمور وهاي طبعا لا سبيل للتأكد من هذه القضية سوى الشخص يبرز الباج اللي يحمله نعم طيب يعني أعود لي السؤال حضرتك اللي ببعض التفاصيل لكن خلينا ننتقل الآن لستاذ زهير استاذ زهير عندما نتحدث عن تطبيق هذه الإجراءات نتحدث عن عقوبات محتملة نتيجة خرق الحضر اللي مفروض سواء كان حضر تام أو حضر جزئي مثل ما يكون بالأيام الاعتيادية أسألك هنا عن فقرات القانون لتعالج موضوع الحضر أو خرق نعم السلام عليكم عليكم السلام طبعا بعد أن وصلت بعد أن كانت الإصابات بالعراق في بداية الجائحة بالعشرات وصلنا الآن إلى الآلاف يعني دق جرس الإنذار يجب أن نتخذ إجراءات قوية ورادعة لعدم التزام المواطن بشكل طوعي لتنفيذ توجيهات وزارة الصحة للتخلص من هذه الجائحة القانون موجود أن قانون العقوبات رقم 11 سنة 69 المعدل توجد ضمن المادة 368 التي وردت بالقانون تحت عنوان الجرائم المضرة بالصحة العامة هذه المادة الشطر الأول منها ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد وهذه طبعا نعرف الكورونا مرض خطير جائحة وتأدي إلى قتل العشرات والمئات والآلاف من الأشخاص فبالتالي كل من خالف توجيهات خلية الأزمة المشكلة بالأمر 55 وقرار مجلس الوزراء واللجنة العلياة الصحة والسلامة الوطنية بمنع التجمعات سواء كانت الأعراس أو الفواتح أو المناسبات الاجتماعية أو الولائم وأعياد الميلاد وغيرها من هذه هذا الفعل تنطبق عليه هذه المادة انطباق تام لأنه هذه التجمعات وما ثبت بالملموس في كل مناسبة تقام هناك عشرات الإصابات وهذه الإصابات العشرات تتحول إلى مئات ووارد جدا أن تحصل وفاة فيها من هذه الإصابات وهو معالجا الشطر الثاني من هذه المادة اللي تقون فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو أصابه بعاهة مستديمة يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى موت أو جريمة العاهة المستديمة لما نجي إلى جريبة الضرب المفضي إلى موت الذي تنضب على الشخص الذي توفذ شخص نتيجة للفعال يمالته تعالج المادة أربعمية وعشر من القانون تقول العقوبة الضرب المفضي إلى موت السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وإذا كان هذا مع سبق الإصرار فتشدد العقوبة إلى 20 سنة هذا الضرب المفضي إلى موت الذي هو جاء نتيجة لفعل مخالف بالقانون من خلاف عدم توجيهة تنفيذ وزارة ومجلس وزراء ووزير الصحة الذي هناك العشرات من المواد في قانون الصحة العامة تخول باتخاذ أي إجراء الذي يتطلب مكافحة هذه الأمراض الخطيرة والأوبيو والأمراض الانتقالية نرجع إلى الحالة الثانية الذي تقول إذا كان المادة 240 الذي هو إذا سبب عاها مستديمة العاها المستديمة ينحكم من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان مع سبق الإصرار ينحكم من 3 إلى 10 سنوات هذا ينطبق على موضوع الوضع؟ كلها تنطبق قانونيا يمكن تذكيفها قانونيا لأن البداية مالته هو أنه خالف التعليمات بإقامة التجمعات التي هي الأعراس والمناسبات والفواتح الدينية وعياد الميلاد وغير هم الأشياء تنطبق عليها قانونيا المادة 100 بالنيمية لأنه من خلال هذه الممارسات السبب بانتشار مرض معدي أداء إلى أمراض وإلى وفاة فالحل الآن وصلنا إلى مرحلة مفترق طرق أما يتركها على المواطن ورغبة المواطن فإحنا ماشيين إلى مجهول أما نطبق القانون من أجل سلامة هذا البلد وسلامة شعبه واضح عود للدكتور حازم يعني بدي أناس لك عن تفاصيل أخرى لكن عندنا مجموعة صور أريد حضرتك تشوفها وتعلق عليها الآن تابعها مثلا هذه مجموعة من الصور لتجمعات حضرتك التابعها الآن على الشاشة دكتور نعم 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 بدأتشوفها الآن أشوف هذه الصور في ظل حضر تام وشامل للتجوال فخلينا نتساءل كيف بالأيام اللي بيها حضر جزئي نتكلم بصراحة دكتور واللهي أنا اليوم يعني آتي وفي كل لقاء أتكلم بصراحة بس اليوم أكثر صراحة سأكون لا ومس بصراحة أيضا بواقعية لأن الناس بدأت تقول شن الفائدة من الحضر إذا عندنا كل هاي الأرقام وعندنا كل هذا الناس اللي بالشارع وبعض المناطق يطبق عليها وبعض هلا شن الفائدة من الحضر هذا السؤال تطرح الناس واللهي يعني هذه الصور كارثة على العراق وكل شخص يتحمى المسؤولية ويستطيع أن يمنع هذه التجمعات فهو مسؤول شرعا وقانونا عن هذه التجمعات وبصراحة هذه الصور هي أثناء فترة الحضر الشامل وهذا بعض الصور هذه اليوم وفي وسط بغداد وليس في مناطق شعبية ولذلك نحن نقول إذا استمرت هذه فنحن ذاهبون إلى مجهول أو إلى كارثة المرض مرض وقائي مع الأسف يكثر الكلام عن قضية علاج الحالات المهم هو إيقاف انتقال المرض كالحريق يجب أول شيء أن توقف المادة الحارقة كالبنزين أو النفط نحن يجب أن نركز على القضايا الوقائية هذا الكلام ما يتوائم والقرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بأن خلت الحضر للساعة تسعة ونوص بأن كان هناك حديث عن إعادة النظر بالحجر أو عفوا الحضر التام بعد العيد الناس تصورت أننا رايحين باتجاه تخفيف القيود متجديدها حتى نكون واقعين إحنا أيضا دولة لها خصوصيات نعرف الوضع الاقتصادي نعرف الوضع الاجتماعي ولذلك لغرض فسح المجال أمام دو الدخل المحدود دو الدخل اليومي فطلبنا أن يكون هناك فتح لحضر التجوال لغرض العمل مع الالتزام بهذه الأربع أشياء أخي العزيز أخوان المواطنين هي أشياء بسيطة ارتداء كمامة ابتعاد عن التجمعات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية إذا طبقت لا يوجد مانع هذه تكفي أنه سيطر على المرض ولكن مع الأسف ما يحدث وكما الصور اللي حضرتك نشرتها الآن هي هاي الكارثة وهناك كن على ثقة فيديوهات وصور ترسل لنا يوميا والله هي كارثة من داخل بغداد من المناطق الشعبية وغير الشعبية إذا استمر لين أكثر من مرة أنه إحنا مقبلين على كارثة إحنا الآن ده ندخل للكارثة شن الكارثة اللي ممكن أنه نصر بيها أكثر من الإصابات حتى الناس تعرف الكارثة اللي أكثر من الإصابات إنه هذه الإصابات كلما ازدادت عدد الإصابات تكون شدة الإصابات أكثر تكون عدد الوفيات أكثر والآن اكتشافات جديدة في هذا الفيروس هناك تأثيرات بعيدة المدى حتى على العصاب يعني تأثيرات الفيروس الآن غير معروف لحد الآن معروف عن الفيروس أشياء بسيطة ولذلك الوقاية الوقاية هي الأهم وبصراحة الأيام القادمة أيام مهمة جدا يجب أن يكون التزام وليس نترك الأمر للمواطن المواطن الآن صح الكرة في ساحة المواطن ولكن المواطن عندما يصاب يؤدي الآخرين ولذلك هو غير مخير هو مجبر على الالتزام وفق القانون منه اللي يجبرا؟ منه اللي حاسب الآن لانسيات الوقت تحدث عن أهمية الالتزام الطوعي وقال ما ممكن أنا أخلي شرطي في كل شارع وفي كل متر وحاسب واحد واحد فبالتالي منه يعني شن الرادع؟ شنه اللي يضمن أنه هذا المواطن رح يلتزم؟ كيف سيطرت الدول الجوار على هذا المرض؟ شنه أقرب مثال ممكن أن نحتذي بيه؟ الأردن الأردن اللي احنا أكثر تعامل عندنا معه الأردن سيطر من خلال تطبيق القوانين تطبيق القوانين لا تجاوز على القوانين ولا تجاوز على حقوق الإنسان ولكن طبقت القوانين بكل شفافية وعلى الجميع بالتساوي لذلك استطاع أن سيطر دول الخليج الآن بدأت تسيطر بعد أن طبقت القوانين والدول التي لم تلتزم بصراحة الآن في كارثة الآن كثير من الدول عاد المرض مرة ثانية الآن في جمهورية إيران الإسلامية عادات كبيرة أيضا وموجة ثانية لديهم بسبب عدم الالتزام الجيد بالتعليمات وكل دولة الآن بعض دول أوروبا بدأت عادة الإصابات في أمريكا يوم أمس في أحد الولايات في ولاية فلوريدا على ما أعتقد أعلنت حالة الطوارئ المرض وباء جائحة مستمرة يجب عدم الإطمئنان يجب عدم إيصال أي رسالة إطمئنان بتقليل الالتزام أنا أتفق قد وصلت بعض الرسائل الخاطئة ومع الأسف بعض القرارات لم تكن بالشكل الذي أذيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم فتح الحضر وسيتم العودة إلى الحياة الطبيعية هذا الشيء غير موجود أبدا لا يجوز الكلام في هذا الموضوع طيب دكتور حضرتك عضو باللجنة مو صحيح نعم عد ما يتم بالبيان كتابة أنه سيتم إعادة النظر بالحضر الكلي بعد العيد هذا مو بيرسالة للناس يعني أنت ليش يكلمون الناس تفسر خطأ ما نشر سيتم رفع الحضر وما صدر في القرار سيتم دراسة إعادة النظر دراسة الموضوع هناك لجنة استشارية أنا أقولها أمام الجميع هناك لجنة استشارية عليا فيها جميع الاختصاصات من داخل الإراق ومن منظمة الصحة العالمية وخبراء من خارج إراق هذه قراراتها يجب أن تكون ملزمة للجميع لتطبق وليس تناقش بصراحة هذه اللجنة هي المختصة وهي المسؤولة عن كافة القرارات وكل من يخالفها فهو يخالف التعليمات ويخالف التعليمات الطبية في هذا المجال هذا طب هذه حياة إنسان يجب أن لا نتجاوز عليها مهما كانت الأشخاص أو المؤسسات طيب أنا أريد أسألك عن تفاصيل أخرى لأنه المنظمة الصحة العالمية تقول ما نعرف شوك ينتهي الوباء وشوك ينتهي مخاطرة وعدنا إحنا مناسبات مقبلين عليها لذلك نتمنى أن يكون دراسة أكو خطة واضحة المعالم للتعامل مع الموضوع أسألك عن ملامح هذه الخطة وشلون راح تتعاملون لكن في الوقت القادم اسمح للآن أتحول مرة أخرى للسيد اللواء خالد المحنة وحدة من المشاكل اللي الناس تتساءل عنها إنه حتى في ساعات الحضر التام سواء في الأيام الآن اللي فيها حضر التام أو أيام الخميس والجمعة والسبت اللي فيها حضر أيام الحضر الجزئي يكون أكو ثلاثة يام تام وفي الحضر الجزئي أكو مثلا دراجات تتجول العربات الصغيرة ستوتل تكتوك غيرهم تتجول في ساعات الحضر والناس تتساءل إنه ليش تمنعني أطلع بسيارتي وتسمح لي هذه الفئات تطلع نعم الحقيقة يعني يوميا أجهزة الشرطة لديها حصيلة بعدد الدراجات التي تضبط يوميا تضبط دراجات ولكن مثل ما ذكرت لك أستاذ سرمد إنه الحضر فيه نوع من الحرية للمواطن المرونة أحيانا نعم نعني لك في داخل المناطق السكنية أما في الشوارع ما ممكن لا لا أنا أتكلم لك على الشوارع داخل المناطق السكنية المحدودة يعني ممكن مفهوم السبب منطقي نعم لكن أنا أتكلم لك عن الشوارع لا الشوارع يعني حقيقة أغلب الدراجات اللي أيضا يتأكدون منها في بعضهم يحمل هويات بالنسبة للفئات المشمولة بالاستثناء ولدينا حصيلة يومية بعشرات الدراجات التي تضبط وتحجز لدى دوائر المرونة أنا شفت إجراء آخر سيادة لواء أنا بعيني شفت لهذه الإجراء أنه أحيانا السيطرات تقول له ارجع ما تعبر السيطرة ما هو أكو سؤال مطروح هو وشلون وصل لهذه السيطرة يعني أكيد عبر شوارع حتى يوصل لهذه السيطرة اللي اتخذتوا يا إجراء مرن خلينا نسمي ما ألقت القبض عليه تقول له ارجع نعم منين ما أجيت نعم فهذا شفت بعيني أنا شفت أيضا حالة أخرى أكو محاسبة من السيطرة للسيارات لكن بالنهاية تسمح لي مر يعني تقديرا للحالة الإنسانية نشوف مثل هذه الحالات نعم أنا ذكرت لك أستاذ سرمد يعني كل الإجراءات اللي تتخذها الوزارة الداخلية والقوات الأمنية هي الغرض منها مو معاقبة المواطنين الغرض منها هو حثهم على الالتزام وبالتالي إذا لم يكن هناك الالتزام طوعي يعني هاي مشكلة حقيقية هنانا نريد يعني نأكد على دور المواطن دور المواطن مو فقط في الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لا يجب أن يكون للمواطن دور إيجابي يعني عليه واجب شرعي أخلاقي وطني بالإبلاغ عن حالات التجاوز يعني هاي الصور اللي شفناها واللي يوميا قوات الشرطة تضبط مطاعم وكافتريات يعني تفتح بطريقة احتيالية باب خلفي كذا يعني عدد محدود وهكذا الكثير من قضايا الاحتيال على هذه الإجراءات والقرارات لذلك هنا دور المواطن بالإبلاغ يعني عليه أن يبلغ وزارة الداخلية من خلال الخطوط الهاتف الساخن المية وثلاثين أو الواحد صفر أربعة جهاز النجدة وبالتالي يعني خلي يكون طيب ماذا عن أجهزتكم سيد تلو أنا عدتكم عدة أجهزة شرطة مجتمعية الاستخبارات غيرهم يعني كل جهاز كل جهاز كل جهاز نعم لديه نشاطات ولديه واجبات يعني الشرطة المجتمعية اللي ذكرتها حضرتك معنية بقضية رفع الوعي الصحي لدى المواطنين ومن خلال حملات تقوم بيها وغيرها وكذلك بقية الأجهزة أيضا ده تعمل وده تلقي القبض على أشخاص يحاولون يعني يتحايلون على هذه الإجراءات لكن بالتالي نرجع ونأكد ونقول دور المواطن يجب أن يكون دور أساسي اليوم المواطن إذا انتزم بهذه الإجراءات وقدر يجنب نفسه ويجنب ويحصن عائلته هذا كثير من يعني أعرف كثير من المواطنين ما ممكن ينتقل للوضاء لأنهم كيف نستثمر وجودك وأسألك أنه المواطن اللي يتم القاء القبض عليه لخرق الحظر التجوال بدون سبب وبدون مبرر شنو الإجراء الأصولي القانوني الذي يتخذ بحقه يعني أولا الموضوع يعرض على القضاء ويبقى هنا قرار لا هو أساسا يعني يأخذ يعتقل في مركز شرطة مثلا مركز شرطة يحال إلى مركز الشرطة وتنظم له أوراق تحقيقية وسير التحقيق ويفتح محظر بهذا الموضوع طيب ويعرض على القاضي المختص أو قاضي خفر المنطقة إذا كان الوقت غير وقت الدوام الرسمي طيب يعني عادة شنو الإجراء يتخذ القاضي في بعض الأحيان القضاء يوقفون وأغلب الحالات القضاء يوقفون الأشخاص توقيف لحد ما يعني تكمل إجراءات التحقيق وفي بعض الأحيان يطلق صراحهم بكفالة وأيضا يتم إحالتهم إلى محكمة الموضوع محكمة الجنح طيب إذا تكرر يعني ممكن شخص نعم ألقي القبض عليه لأول مرة لكن ممكن شخص يلقي القبض عليه مرة ثانية نعم هنا يمكن أستاذ زهير يوضح أكثر هذا الموضوع هنا سيكون القضية فيها تعمد يعني في بعض الأحيان التكرار أو العودة إلى يفهم منه أو يكون قرينه لاعتباره دليل على تعمد وبالتالي راح تكون هناك مادة مشددة تطرق إلها اللي هي الإضرار بالصحة العامة طيب خلينا أستاذ زهير بهذا الموضوع حتى يفصل أن الطريق القانوني بالتعامل مع هذا الأمر أولا بعدما يتم القبض على الشخص الذي خرق حضر التجوال بشكل متعمد وبدون مبرر أو عذر منطقي وعد ما يكرر الفعل لاحقا كرر الفعل الذي هو مخالف القانون بالتأكيد راح يكون هذا ظرف مشدد تجاهه وتكون العقوبة أكثر بس أنا أريد أثبت نقطة مهمة جدا لأنه تحدثت عن عقوبات قاسية بالحقيقة هل تنطبق فعلا حتى أبين لك والمشاهدين شنو نص المادة يقول منه يعاقب كل من ارتكب عمدا فعلا من شعله ينشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد يعني منه يسوي تجمع ينشر المرض تنطبق عليها المادة القانونية إذن هاي المواد تنطبق يجي السؤال منه ليشتكي وعليه من يشتكي حتى تطبق هذه العكام القانونية طبعا المسؤول هو كل من نظم التجمع سواء مجلس فاتحة أو مجلس عزاء وكل من يحضر أيضا من يحضر لا من يحضر له حق إقامة الشكوى كل من شاهد الفعل الفعل هذا من حق لا مواصل التعليمات واضحة تقول يمنع إقامة الأفراح المآتم أي تجمع فبالتالي من يحضر أيضا علي مسؤولية المسؤولية الرئيسية الجزائية تقع على عاتق من قام بإجراء هذا التجمع وهو يكون رب العائلة أو الشخص صاحب الزواج أو إلى آخره ذول من حقهم والشاهد ومن حق من يقيم الشكوى أي مواطن شاهد الحالة ومن حق أي واحد بنعضاء الضبط القضائي الذي هو يبدأ من ضابط الشرطة وينتهي ببختار المحلة وكل من يتحمل المسؤولية بالدولة بالمسؤولية العامة وهذا الشكوى تقام أمام قاضي التعقيق أو أمام المحقق في مركز الشرطة نحن طبيعة المجتمع العراقي نعرفها نحن مريد نجيب كل العراقي ننذبهم بالسجن 10 و 15 سنة ما تعتقد أيضا عندنا مشكلة بموضوع الوعي والثقافة والإحاطة بمواد القانون الخاصة بهذه العقوبة أو تلك أو الخرق لهذا الموضوع ما تعتقد نحتاج أيضا أن يكون عندنا توعية بهذا الجانب من حيث المواد القانونية بالضبط حضرتك التعقيق مطلوبة ولكن مطلوب ننطي مثل مثل بالردع للمجتمع نحن نعرف مجتمعنا إذا حالة وحدة تردع بيها وتشوفها للناس يأخذون بنظر الاعتبار أما نبقى بالمجاملة فنحن ذاهبون إلى المجهول طيب دكتور حازم إحنا بعد العيد راجعين للحضر الجزئي طبعا كما ذكرت قبل قليل اللجنة الاستشارية خلال يومين أنا أقصد المرجح المرجح أن نرجع للجزئي صحيح؟ بالضبط طيب أنا قل لك استساؤلات الناس وحضرتك ممكن تجاوب عنها حتى توضح عندما يكون الحضر من الساعة تسعة ونصب الليل للستة الصبح وبالأساس التعليمات اللجنة تقول لا أكو مطاعم ولا مقاهي حتى في الحضر من يكون جزئي يعني قبل بدء ساعات الحضر ماكو أماكن التجمعات ممنوعة يسألون الناس شن المبرر من الحضر من الساعة التسعة بالليل للساعة ستة الصبح وهي أساسا كل الأماكن مغلقة خلينا نكون وقعين الصور اللي عرضت قبل قليل هذه كانت قبل تكون تجمعات ليلية طيب وبسبب حضر التجوال الليلي تعودوا على إقامتها في النهار لتجنب الإشكاليات هو هذا القصد دكتور إنه إذا خايفين مننا ممكن يصير من الصباح حتى ساعة تسعة بالليل أنا أستاذ خلتنا نكون واقعيين نعم أنا شاء تتمنى يطلع قرار واحد بحجز أو معاقبة شخص دعا إلى تجمع وعقب ما نقول ثلاث سنوات عقب شهر عقب ثلاث شهر طيب ما صارت إحنا شعب يعني مع الأسف التوعية إحنا من الشهر الأول بدأنا بالتوعية من قبل وزارة الصحة والإعلام وكل الجهات بصراحة الآن حتى الأمي الشخص الأمي يعرف عن كورونا الكثير الكثير يعرف هذه مخالفات ولكن هناك استهانة وعدم احترام وقلت ثقافة قلت ما أعرف أشي يسميها تجاوز زين هذا تجاوز ناس ملتزمة وناس ما ملتزمة إحنا قاعد نسوي ضرر يؤدي إلى الموت هذه كالإرهاب الإرهاب ما بي مجاملة هذه أشد من الإرهاب يعني حتى نكون واقعيين فلذلك بصراحة ضعف القرارات القضائية وعدم صدور هي اللي أدت إلى هذا التجاوز أما صاحب محل يجي يفتح محل ويتجاوز كل التعليمات طلبنا منذ منذ أكثر من شهرين الغلق بالشمع الأحمر إحنا نعرف المواطن العراقي يخشى كلمة الشمع الأحمر طلبنا حجز السيارات أو مصادرتها قرارات كن على ثقة تطبق على عدد قليل سيلتزم الجميع ويستمر الجميع بعملهم ولا تكون هناك تأثيرات اقتصادية بشكل كبير مهم جاوبتني دكتور أنه يعني كل اللي ذكرته واضح ومفهوم ونتفق معاك لكن توضيح ليش يصير الحظر من التسعة بالليل الستة الصباح وهذا الوقت هو أساسا ما بمحلات فتحة أو غيرها حركة الناس قليلة يعني يقصد أنه اللي خايفين مننا ممكن يحصل بساعات اللي ما بيحظر لا من قاعد يحصل فهذا خلل هذا خلل على الدولة بصراحة قد نكون ايه اقصد أنه شنو الجدوى من الحظر هو السؤال شنو الجدوى من الحظر عندما مدت يوفر لكم اللي تريدوه كوزارة معنية هل مطلوب نفتح الحظر 24 ساعة إما هو ما يكون فايدة لا لا يعني أقصد أنا حسئ لك دكتور مثلا دوائر الدولة عندما يكون هناك مراجعات وإن كان بنسبة بسيطة الأسواق الأسواق الشعبية المكتظة في ساعات النهار هذه ما تخافون منها يصير بها عدوى شو ما نخاف هي هي أساس البلاء طيب ما هذا حاصل بلاء لكن بليل ما موجود يا أخي الحياة يجب كل الناس قالت أكون ناس معتاش علاقوتها اليومي كل الناس قالوا تأذى والناس قادوا بيوتهم قالوا قضايا نفسية ففتحناها مع متطلبات أخي تنكون واقعين إحنا فتحناها بشروط ما على الأسف هذه الشروط لم تطبق بالشكل الصحيح ولذلك كل شخص يتحمل مسؤوليته وكل مؤسس يتحمل مسؤوليته بالمناسبة كل رجل دين لم يتكلم يتحمل مسؤوليته كل شيخ عشيرة لم يتكلم يتحمل مسؤوليته كل وجه اجتماعي لم يتكلم يتحمل مسؤوليته كل مسؤول بالدولة لم يتكلم بصوت واضح 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 يتحمل مسؤوليته طيب خلق هل تتفهمل الوقت دكتور احنا مقبلين على شهر محرم وتعرف اكتقوس وزيارات واليوم مجلس الوزراء في الجلسة ارتأى تشكيل فريق عمل لإدارة هذا الموضوع وتحديد متطلباته شنو خطتكم لهذا الموضوع حتى تكون الناس على بين بصراحة احنا اعرف بعد ما لديك قرارات لكن اقصد كفكرة عامة كفكرة عامة احنا كنا نعرف مراسم مع شراء هي من زيارات الدينية من اكبر زيارات دينية والمليونية بل ومن اكبر زيارات دينية في العالم وهذه ستكون فيها تجمعات ستجتمع اللجنة الاستشارية لاتخاذ توصيات وبالتأكيد ستكون هناك الدعوة ورسالة السيد السستاني واضحة دعا الى ان تكون المراسم من خلال في داخل البيوت من خلال اجهزة التلفاز وغيرها ومنع قامة التجمعات لمنع انتشار المرض وستكون هذه الرسالة احد المعطيات التي ستتخذها اللجنة الاستشارية بالاضافة الى القضايا العلمية ومثبتة بالارقام ستكون توصيات واضحة لانه هذه مسؤولية امام الله وامام القانون وسترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية لاتخاذ القرار وكما ذكرت يجب ان يكون القرار على طوء ما تعرضه اللجنة الاستشارية العليا لانه هي جهة الفنية المخولة بهذا الشيء ستماعت لحديث الدكتور حازم وكان يطلب ضمنا ان يكون هناك صرامة في تطبيق الاجراءات ان يكون هناك اجراءات فعلية لمن لا يلتزم بقرارات اللجنة من اللي ما يرتدي كمامه في الاماكن العامة اللي ما يلتزم بتعليمات اللجنة من قبل المحلات او الاسواق ان اتطبق القوات الامنية القانون والتعليمات اللي جاءت من قبل اللجنة العليا اشقد ممكن هذا الامر يطبق في الفترة اللي بعد العيد لانه هناك تخوف من ان ندخل في الموجة الثانية الحقيقة وزارة الداخلية تأخذ التحذيرات التي اطلقتها وزارة الصحة على محمل الجد وراح يكون هناك تجديد اكثر والتزام بهذه الاجراءات بشكل حازم حتى نجنب شعبنا ويلات هذا الوباء الشيء اللي اردقوا له انه خلال الفترة الماضية كل هذه الاجراءات اللي اتخذتها خلية الازمة الحظر الجزئي والحظر الكلي والسفر والكثير من الاجراءات كانت متماشية مع توصيات عالمية توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك تجارب دول نجحت في حصر الوباء والتخلص به مثل ما اتفضل الدكتور وقال انه هناك دول عالمية عديدة نجحت في محاصرة هذا الوباء وهو الشيء الوحيد اللي يعني مثل ما الكل الجميع يعرف انه ما علاج مباشر وفعال ويسري واضح سيادة الواء لكن هذه الاجراءات اليوم خلية الازمة واجراءات للانصاف اجراءات كلها اجراءات جيدة لكن العيب عند المواطن لن يكن الالتزام هو الا كانت الاجراءات سليمة واضح عندي دقيقة للاستاذ زهير اسأل بها جنابك كلمة اخيرة بما يخص القوانين هل نحتاج لقوانين جديدة؟ القوانين الموجودة حاليا كافية وفائضة عن الحاجة القوانين تشرع لقرار التطبيق ندعو مجلس القضاء الاعلى للتجديد على ترويج وتنفيذ هذه القوانين النافذة وندعو المواطنين للتعاون من حماية لمصالحهم ويجب ان يكون هناك عبرة لعدد محدد ولو في تنفيذ هذه القوانين واضح استاذ زهير شكرا جزيلا الاستاذ زهير ضياء الدين الخبيل القانوني شكرا جزيلا وشكرا جزيلا أيضا لضيوفي الدكتور حازمة جميلي وكيل وزارة الصحة واللواء خالد المحنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية شكرا جزيلا لكم جميعا وشكر المنصول لكم أيضا سادة الأكارم على حسن المتابعة في أمان الله وحكم اشتركوا في القناة